موسيقى الرئيس السيسي طلقت تصالاً هاتفياً من نظيره الروسية الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور مقر الأكاديمية الشرطة ويشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة غداً انطلاق التصويت للانتخابات الرئاسية الفين أربعة وعشرين وتستمر لمدة ثلاثة أيام تلقى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتناول الاتصال الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً حيث استعرض السيد الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف اطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع كما استعرض الرئيس سيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لأعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء واتفق الرئيسان على مؤصلة التحرك بجدية لوقف اطلاق النار وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً للمقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لمقار أكاديمية الشرطة ويشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الشعب للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية لرسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن مؤكداً أن الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين وأكد المستشار حازم بدوي ثقته في وعي الشعب وحكمته وفتنة المرأة المصرية في أداء الواجب الوطنية والحق الدستوري في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة كما أكد بدوي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القدائي الكامل حيث يشرف قاداً على كل صندوق وفي سياق متصل أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وصول جميع القداء المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم وأجار الآن استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية هذا وتنطلق غداً عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات أمام تسعة ألاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزاً انتخابياً بإجمالية أحد عشر ألفاً وستمائة ووحد وثلاثين لجنة اقتراع فرعية حيث يحق التصويت لنحو خمسة وستين مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة وثمن مدبولي جهود منظومة الشكاوي الحكومية من حيث الاستجابة للشكاوي والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل ووجه بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لتلقي الشكاوي والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 136 ألف شكوى وطلباً واستغاثة